مطالبين كلنا مسئوليتنا كلنا ان نعمل ده انا مع الاستاذة سميرة في هذا الكلام وبعدين ده موجود على اليوتيوب او على حاجات دي كلها حاجة بحد وراني مبارح الشاب بنتي وراني مبارح بيسألوا الشباب بستة اكتوبر فبقولوا طب انت صمت يعني على اعتبار ان عيد ستة اكتوبر ده عيد ديني تصور شباب مش عارف انا مش عارف الحكاية دي كده مش كل ما يقال على البتاعة ده ممكن لابين الناس بيعملوا ده علشان حاجة تانية الله اعلم انما في الاول وفي الاخر فيه امية على حاجات كتيرة جدا طب مش عارفين مش عارفين اي حاجة بالمناسبة الكلام ده انا كنا فتحنا من يوم ستة اكتوبر لما اتكلمت ستة اكتوبر وقلت ان ايومية حتى انا فاكر احنا زايد الوقتي كان بداية الحلقة على طول قلت ان زايد الوقتي من اتنين واربعين سنة كان فات خمس ساعات على الحرب ايه اللي حصل في الخمس ساعات ده قلت قرب العشرين الف واحد كان عد القناة ان احنا ابتدينا نسقط بعض النقاط القوية ان احنا ابتدينا نعمل وقعنا كان في الوقت ده عدد من الطيرات ابتدينا نعمل في ده طلع صباح ستة اكتوبر سبعة اكتوبر يوم سبعة اكتوبر الصبح كان في ثمانين الف في الشرق وده بابات بقى وكل الدنيا كلها ومشينا بقى ثمانية اكتوبر لما اتكلمت على ثمانية اكتوبر في الحلقة اللي بتاعة يوم الخميس ثمانية اكتوبر ده كان اليوم الفصل اللي هو امريكا كانت مؤفع عقارب الساعة في الدنيا كلها امريكا كان طيبero الايه اللي حطت خطة والكلام ده بتاع اللي عازر اللي هو مدير المخابرات تاع العدو اياميها في الكتاب بتاعه ومذكراته وضعوا خطة وبعتوها بزباط امريكان قاعدوا في غرفة العمليات بتاعت العدو هم اللي قالين كلام ده مش كلام انا ولا كلام نحن ده كلامهم الخطة قد ايه كيسنر ضغط على كل اي حد يريد تقدم عشان المجلس الامن ينعاقد عشان الحرب اللي فشال كل اوسط استنى يقولوا استنى قالوا حنستنى بس لغاية ما يخلص ثمانية اكتوبر طب ايه يا عمي هتخلص ثمانية اكتوبر احنا عارفين ثمانية اكتوبر هايبقى الهجوم المضاد لان احنا المفادقة وعبقرية الخطة المصرية وعبقرية التخطيط لما اخترت عيد الغفران ما فيه عيات كتير اش معنى عيد الغفران انت كنت بتختار توقيت توقيت ويوم التوقيت الزمن اللي هو الساعة كام هل معروف دايما في الحروب انك انت اول ضوء اخر ضوء انما انت بتختار توقيت معين ولك مبررته فيه فاخترت الساعة اثنين اخترت الساعة اثنين الظهر ليه مش واحدة ليه مش تلاتة ليه مش اتناشر ليه مش الساعة خمسة الفجر وستة ليه التوقيت ده كان على حسابات المد والجزر فده اعلى مد في الفترة دي لان انا محتاج ما بين وقت بداية الحرب واخر ضوء اللي كان خمسة وشوية ساعتها التلات ساعات دول محتاج ثلاث ساعات والدنيا نور خلاص فاحنا عايزين ثلاث ساعات عايزين ثلاث ساعات طب ايه الارتباطات الاخرى المد والجزر والطيارات العكسية مع القناة المياه بتمشي في القناة شوية كده وبترق تاني شوية لها تركيبة فكل القياسات دي فاطلع الساعة تنين ده المعادة الانساب اللي احنا حينفق مع المد مع كزا مع الثلاث ساعات اللي احنا محتاجين لهم او ثلاث ساعات وشوية طب التحديد اليوم ما انت لازم توفر اليوم ده كزا احنا عارفين المادة ودازري لعلاقة بالامر سواء الامر بين او في السماء او بالنهار المادة ودازري لعلاقة به بالنسبة بقى انت مختار يوم عيد الغفران ده اللي هو في 6 اكتوبر انت اختارت يوم سبت السبت ده طبيعي الدنيا قافل انما عيد الغفران اللي هو ده عيد بيقعدوا فيه كزا يوم وريلاكس خالص ما حدش عمل اي حاجة ده وفقا للتعاليم الدينية الديانة اليهودية العهد القديم ما بيعملوش اي حاجة في اي موضوع ده كان الانسب لنا ليه لاننا عشان لما يحصل تعبئة وهو البيش الاسرائيلي قائم على التعبئة على قوات الاحتياط اذا كانت في الظروف العادية بتاخد مثلا 24 ساعة في الظرف التعيد الغفران هتاخد 48 ساعة حيبا فيه يوم اضافي للمستحتنا احنا كل يوم وعشان كده الهدوم المضاد بالاضافة ان قوات الصعقة وقوات الخاصة اللي راحت بابرار في المنطقة المضايق وفي الحتة دي عشان تعطى للتقدم الحاجات دي كلها مع بعضها خلت الهدوم المضاد ما يبهاش سبعة ولا في نص سبعة وهم عملوا الهدوم المضاد في الفجر انه عايز يوم بحاله يحارب فيه بالدبابات وبعدين عايز يبقى على الليل يبقى محتل السويس دي قد خطتهم هم خطة اللي حطيتها امريكا وعملوه في غرفة العمليات وعشان كده اللي في 8 اكتوبر ثلاث فرق مضرعة اللي هم شارون ومندلر وإيذان ثلاث فرق مضرعة شارون كان احتياطي للاتنين واحدة حتيجي تهج من الشمال شمال الجيش التاني واحدة حتيجي من جنوب الجيش التاني ناحية السويس والاتنين يلتقوا عند الدرفسوار وبعد كده يقصروا الدنيا يعني حييله وكان كل التركيز ان حييله عندش التاني كله وهما يكسروا الدنيا ودرفسوار ويعدوا واحتلوا السويس خلاص وبحة بقى على اساس ان ان لما يحتلوا السويس ساعته امريكا حتى تقدم يوم 9 اكتوبر بطلب واقف لاطلاق النار يبقى بتوقفوا اطلاق النار فين والقوات الاسرائيلية اكتس كسرت الناس اللي راحوا في الشرق دولت واحتلوا مدينة السويس كسر رباء لم اقوموا بالليل بقى عند عارفين امريكا والفرق السبع 8 ساعات مع المنطق من هنا اقوموا له الخبر اللي زي الزفت ده قالوا له الدنيا تنيلت بنيلة عملوا الهجوم المضاد كان يوم 8 الفجر وبدأهم كان المصريين عاملين خطة طبعا هايلة جدا ريش التاني اللواء سعد مامون والفرقة التانية كانت هي الفرقة اللي خدت الحدوتة دي كلها كان حسنة مساعدة قائد الفرقة عاملين كده فهم استدناهم او الخطة المصرية تفوقت على الخطة الامريكية الاسرائيلية ان احنا عملنا لهم الدفاع الصندوقي او عملنا لهم اتون كده عبارة عن نص دايرة كده والنصق الاول الدفاعي كان مشاه وحرب الدبابات ما بتبقاش متشافة بالعين حرب الدبابات بتبقى عدد كيلومترات خمساشر كيلو في خمساشر كيلو مربع بتبقى الحرب بشغالة فمتبتشافش بالعين المنردة خالص ولا حد يشوفها دي لازم بالنظرات الميدان وكده يعني دي شغل الدبابات هم عاملين حسابهم ان هم حيخترقوا الفرقة المدرعة الفرقتين المدرعين الفرقة اللي كانت داية بقى من ناحة الالات من ناحة الشمال دي هي عاملين حسابهم ان هم حيتقدموا بسرعة كبيرة جدا وسرعة الدبابة اخصص حالة ستين كيلو ستين كيلو دول في العربية زي متين وخمسين كيلو وده تبقى سرعة رهيبة جدا الدبابة وهي بتدربوا سرعة دي بتضرب وهم عندهم دبابات كويسة وهم في المدرعات شطرين ويخترقوا عملنا لهم النسق الاول مشاهمة فيهوش اي مقامات يطلق نار من بعيد كده ويسيبوا يخش والخط الدفاع اللي هو معمول التاني ده يخش لغاية ما يخش في السندوق او في الهنم او في اتون النار اللي حضرناه وبدأ الضرب عندما دخل وطبعا من اول الصهينة مخترقوا النسق الاول وخط الدفاع التاني بعتوا بقى قالوا خلاص الموضوع انتهى وعشان كده شارون اللي كان واقف احتياط عشان لو اي فرقة تعطل تخش ده قالوا له تحرك انت اروح خد مهم المهم دخلوا هنا دخلوا جوة بدأت معركة خلال ثلاث ساعات كنا ضربين 147 دبابة ومكسرين منهم مثلا فيه كتيبة كسرت اتمحت من الانواري الدنيا وكتيبة تانية اتأثر قائدها وكسرت كل المدرعات وعلى السافية المولي وكاد في ضيحة بلغوا كيسرينر فكيسرينر قال تصريحه الشهير اللي قد حقق المصريون نصرا في الشرق الاوسط ولن تعود العجل الوراء هذا ده كان اول اعتراف عالمي بنصر اكتوبر 9 اكتوبر شارون خد الفرقة بتاعته وابتدى يهاجم الفرقة 16 اللي كان بيقود عبدالرب نبي حافظه وجنرال عظيم وقائد عظيم معركة من اقوى المعارك مقدرش شارون يخترق متر واحد فرقة 16 خسر كم دبابة وعلى فكرة كل اللي انا بقول الارقام اللي بقول لحضراتكم تصريحاتهم هم وده موجودة وموجودة هي اللي عايز يخش يشوف بس احنا العقول المريضة بتخش تشوف الحالات الدعائية نعم شوف تصريحاتهم اللي طلعت وشوفوا المذكرات اللي طلعت وقتها لوزير الدفاع موشى ديان او لقاد المخابرات او حتى لولدة مقير 114 دبابة وشارون انسحب الخسائر الرهيبة دي 114 دبابة و 147 دبابة قبلها بيوم خلت وزير الدفاع الاسرائيلي موشى دياني قال خطاب في التلفزيون والخطاب ده الزع مرة واحدة وحضر لولدة مقير رئيس الازاعة اللي هي اعادة تكرار ازاعته ومنع الدين اصلا من الكلام وعينت متحدث عسكري وما فيش حد غيره يتكلم نقول للمقير اعتبر الخطاب ديان تدمير الروح المعنوية للشعب الاسرائيلي والدشد الاسرائيلي وما فيه يعني ديان قال مثلا انا لو لو في وقت كنت تلك كل الخطاب بتاعه انما قال المصريين يمتلكونا اسلحة كسيرة ونحن غير قادرين على التغلب على دفعتهم وعلى اسلحتهم وعلى اسرائيل ان تنسحب بقوتها الى اماكن امنة وسوف اطلب العودة الى غرب المضايق وعلينا ان نفكر في تسليح الاسرائيلي اللي يتدفع عن انفسهم لدرجة اللومة ان احنا في فقرة اخرى عايزين نتدد اسلاح للناس في الشوارع في المدن الاسرائيلية وقال ان غرب المضايق يعني ان هو حينسحب حوالي 40 او 50 كيلو اتلاح الشر يوم 10 اكتوبر يعني من الحالات اصرنا دبابات بالاطقم بتاعتها والدبابات يعني الدبابات دي كان عزيرو يعني دي عزيرو يعني عزيرو ما بدأت الحرب ابتدت فيه دبابات تنزل في مطار العريش تبت الطالية تبت الطالية دي معركة اللي هي شفيق متري سدراك اللي يرحمه السوشد يقمزيني السوشد في المعركة وتولى القيادة الرئيس اركاني اللي هو اللي هو كان محمد علي قصر ده عميد وكان عميد ساعتها انما التبت دي حكاية والله العظيم والله العظيم والله العظيم تبت الطالية دي إنه زي المشاة بتاعنا احتلوا التابة دية اللي كان فيها مدرعات لأن التابة دي تابة حاكمة اللي جاي من سيناء واللي جاي من القناة من الظهر من ناحية تانية